الجزء من آليات الفكرة اللي حضرتك تفضلت بطرحها أنه في قسم أو إدارة جوه العنوان الكبير للأمانة الفنية مهمته للاتصال والإعلام هل جزء من هذه المهمة هو التواصل مع الإعلام والرأي العام المجتمعي المتابع المنتظر المترقب لهذه النتائج وإعلامه ولا ذا بينطبق فقط على المهام الأصلية بغض النظر عن مخرجات النقاشات القادمة مع بعض العيد الحقيقة أن بمجرد ما تم تكلفنا بالأمانة الفنية وبالتنسيق مع المنصق العام الحقيقة أنشئ موقع إلكتروني أنشئت صفحة رسمية تصدر بيانات عن مجلس الأمناء هناك تفاعل هناك تلقي ده كله هيبقى من مهمة إدارة الإعلام داخل الأمانة الفنية لو في حد من الإعلاميين محتاج إضاحة محتاج حاجة إما بيتصل مباشرة بأعضاء مجلس الأمناء أو من خلال أيضا والمخرجات كمان مخرجات الحقيقة أنه هيبقى الأمانة الفنية لها دور في صياغة هذه المخرجات في ضوء ما يتم الاتفاق عليه في مجلس الأمناء عدد الأعضاء المنتسبين لهذه الأمانات دي الحقيقة أنا كل اللي أقدر أقوله لك لأن إحنا بنتوسع حسب المهام بس كل اللي أقدر أقوله لك حسب المهام ولا حسب مستجدات الحوار حسب المهام وحسب المستجدات وحسب ضغط العمل متوقع لهذا الحوار أن تستعين بعدد أكبر في هذه الأمانة الفنية مستقبلنا خليني الأول أعلق على حاجة بخصوص الأمانة الفنية فضل جميع العاملين في الأمانة الفنية هم من الأكاديمية الوطنية للتدريب والحقيقة شباب يعني يونج يافع والحقيقة على درجة عالية جدا من التعلم والثقافة والحمس والإدراك أكيد بس الحقيقة إحنا مش بنتدخل بآراءنا الشخصية في أي شيء من الأشياء المعروضة علينا فأنا لا أحتاج في هذه المرحلة إلا الحماس والكفاءة والأمانة والحياد والتجرد وهذا هو دورنا فأنا لازم أتوجه بالشكر للأكاديمية الشباب اللي شغالين في الأمانة الفنية الحقيقة الحقيقة لغات فكر اجتهاد عدد ساعات عمل متواصل لا ينتهي يعني حيجي في يوم أو في وقت من الأوقات هيتم التسليط عليهم الضوء أكتر من كده